خاصة ودي نقطة مهمة جدا ان المباراة القادمة بدون محمد صلاح الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن عن اصابة محمد صلاح وغيابه مبارتين ان شاء الله في حالة الصعود هيغيب عن مباراة يعني دور الستاشر لكن المباراة القادمة هي مباراة رجال منتخب مصر طيب دي طبعا يعني اعلان الاتحاد المصري لاصابة صلاح لكن انا هنا اعايز اقف عند نقطة صلاح لان الحقيقة انا ضد فكرة التعامل بمبالغة سواء من الناقدين او اللي بينتقدوا محمد صلاح بشكل واضح وبيمحوا تاريخ محمد صلاح او المبالغين حتى في الدفاع عن محمد صلاح لان الحقيقة دي قرة قدم انت مش هتقدر تقنع متلقي او مشاهد حاجة هو مش شايف على الشاشة المشاهد ده او المشجع ده شايف محمد صلاح النجم العالمي المصنف ضمن افضل ثلاث لعبين الفترة الاخيرة وبيتقلق في الملاعب الانجليزية وبيحقق ارقام قياسية هتخليه بعيد تماما عن اقرب محترف عربي او افريقي كمان يتقلق في الملاعب او في الدوري الانجليزي فانا بشوف النجم ده وباجي اشوف فيه تباين فيه مباراة مصر ومزنبيق فانا مش هقدر اقول ده حاجة مختلفة او ان انا اقول لا ده بيلعب بس احنا مش واخدين بالنا فبالتالي انا مش طالب مبالغة في الدفاع انا طالب فقط لغير وضع الامور في انصابها الطبيعي صلاح لعب مهم لعب اسطوري اللعب الاهم اللعب الاهم ولكن هو منتخب مصر لا منتخب مصر هو منتخب مصر اللي تعودنا عليه اللي اكيد صلاح بيدي له ابضلية ومش عايز زي ما بقول مبالغة في الدفاع مبالغة في الانتقاد وانسى ان الصلاح ده رقم 2 بعد حسام حسن في سلسلة هدفين اللعبين المصريين مع المنتخب مصر ده رقم 2 يعني ما ينفعش هقوله هو قدم ايه منتخب مصر لا ده رقم 2 من حيصل الهدفين ترتيب الهدفين بيقترب من حسام حسن بيسجل البطولة الرابعة على التوالي في أمم أفريقيا حتى لو كان من راكل الجزاء أنا عايز أخذ الأمور في نصابها الطبيعي لعب بشكل جيد أكيد أقول إيش هذا لعب بشكل فيه إخفاق أكيد هنقول النهاردة غير موفق لكن فكرة الصراع الدائرة الآن على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الفضائيات عن قصة محمد صلاح أنا بشوف أمر اللي تدين واغدين أطراف مبالغ فيها في النهاية منتخب مصر الشوت الثاني أمام المنتخب الغاني بالأرقام وبالإحصائيات هو أفضل بكتير جدا سواء بقى اتفقت مع محمد صلاح اختلفت مع محمد صلاح اختلفت على فقرة أنه كان ينتظر ديئة للتغيير اختلفت على تغيير تروي فيتوريا اللي أنا شايفها غير موفقة في عدم اتدفع بحمد زيزو اللي كانت رجله في البطولة في المباراة الأولى كل ده في النهاية هيخدك لإحصائية واضحة في الشوت الثاني أن منتخب مصر في الشوت الثاني كان أفضل من الشوت الأول أن نسبة استحواز المنتخب المصري في الشوت الثاني كانت أفضل من الشوت الأول وصلت 60% استحواز لصالح المنتخب المصري أن المحاولات على المرمى في الشوت الثاني ده ما فيش مقارنة بينها وبين الشوت الأول ده منتخب المصر الشوت التاني له عشر محاولات على المرمى منهم سبع من داخل منطقة جزاء غانا منهم اربعة انتارجت طب الشوت الاول ايه؟ شو الاول حاجة تكسف الحقيقة هي تزديدة واحدة يعني اذا اعتبرنا تزديدة الحقيقة من امام عشور في اخر الشوت الاول على المرمى فالارقام دي بالتأكيد تتحط قدام ريوفيتوريا وتوضح لنا نقطة مهمة جدا مش بنخفل دور محمد صلاح لكن بدا بيدينا مؤشر ان اللعيبة للعبة الشوت التاني اللي قدمت اداء فيه رضاء نسبي عند جمهير كرة القناة المصرية تقدر انها تنزل مباراة كاب بيردي تحقق الفوز وتصدر صورة مختلفة عن الصورة اللي تم تصديرها في مباراة موزنبيك والشوت الاول تحديدنا فارس في مباراة غانا وانا حاسس ان الكصة كلها كده احنا مكعبلينها احنا مكعبلين الكصة كلها من اول المنتخب جوه الملعب اللي يعني يعشق يعشق ويتفنم في حزبة لو مين طلع الرابع ومين في المجموعة التاسعة خد نقطتين لما فريق كذا يتصب من عنده تلاتة والمطش يتلغى عشان نزل لعبه احنا نحب كده بصراحة القصة غريبة جدا معاك فريق موزنبيك عندك افضلية تاريخية عليه وافضلية فنية وشوفنا مستواءه قدام كاب بردي مفيش فريق على الله حكايتك يعني فكرة التدخيم في موزنبيك انا بقولك موزنبيك مش كاب بردي مش انجولا مش الفرق اللي الناس عملا تقول جوه البطولة اثبتت ان موازينك قارة تغيرت لا ما احترمي موزنبيك مش كده موزنبيك فريق داخل البطولة وهو اصلا ضعيف وهو ده اخره اللي هو الفريق اللي انا هاخد منه التلات نقطة وبعد كده شوف حامل ايه فتيجي تتعدل مع موزنبيك وانت اللي تبقى بتجري في الماتش يتقدمه ارجع يتقدمه ارجع طب ليه يعني ايه المنطق في ده ايه المنطق الفني والتاريخي وكل حاجة تعالى غانا يا جماعة مع احترامي وغانا كسبانة منتخب مصر انا عمال اقول يا جماعة ده اسوأ نسخة في تاريخ غانا يا جماعة لو اي فريق في البطولة من الفرق اللي احنا بنوعا عاملة مفاجآت كان قطع غانا كورة في الملعب اي حد عنده باتنين جنيه فهم كورة قبل المباراة قال لك جملة محمد قدوس الراجل بتاع وسطها طب مين جنب كده سلسلة عائلة عبيدي بليه واحد ستة وتلاتين سنة واخوه اللعيبة خلاص تحس ان احنا ما بنخرجش احنا لازم موجودين في المنتخب اتنين فول باكس اقل من عندك على قيمة سوقية وعلى كل حاجة لعيبة كتير جدا عندها مشاكل مين اللعيب اللي منور ورجع من اصابة هو قدوس ينزل يجيب جنيه يعني مش للدرجات دي منتخب بيقدم اسوأ مستوياته طول الفترة الاخير امم افريقيا اللي فاتت بيخرج من دور المجموعات فريق فعلا انت شاف ان دي من المنتخبات اللي تبص عليها تقول لا كانت في حتة مختلفة ولكن جوه الملعب نفس الفكرة انت عمال تجري وراء الفريق اللي متقدم عليك كاف فردي محتاجة ارادة طب نفس اللغبطة في قصة صلاح احنا ليه عاملين مشكلة ليه عاملين ازمة ليه حولناها مع وضد وقالة بتبقى كل واحد واخد وجهات نظر انا مستايب وجهة نظر انا ماسك فيها من اول بطولة الاخيرة والتصراحات تضر بصلاحة اكتر ومحلل يقولك صلاح يلعب برجل واحدة يا جماعة بالراحة في منطق بس بالراحة مفيش كده في الدنيا انت نوعية التصراحات دي ما بتفدش صلاح قلنا صلاح لعب افضل محترف في تاريخ مصر من هنا انا بقولك مش هيجي محترف زيه في تاريخ مصر افضل محترف في تاريخ كرة القدم المصرية الراجل اللي كان بتحط مع ميسي ورونالدو في جهازة الافضل على مستوى العالم اللي رجع لليفربول دوري بعد 30 سنة الراجل اللي ارقامه في الدوري الانجليزي استثنائي بل انا في رأيي هو افضل محترف في تاريخ افريقيا دي وجهة نظري ايه كل الكلام ده يا سيدي وجهة نظر انا بتكلم مش مع المنتخب انا بتكلم كمحترف والانجازات اللي حقا مع فريق ودي وجهة نظر الشخصية ولكن لما نيجي مع منتخب مصر يا جماعة التقييم لازم يكون موضوعي احنا ليه عاملين قصة ميسي ده كان بيتعرض ميسي الاعظم في تاريخ الكرة برضو من وجهة نظر كان بيتعرض لانتقادات حدة من جمهور الارجنتين والجمهور كان بيهتفله هتفت خصة مارادونا امتى قبل ما يحقق كوبا امريكا وقبل ما يحقق كاس العالم بقى في حتة تانية خلاص كريستان اونالدو تعرض لصفرات استهجام من جمهور الريال في الملعب هي مش كيميا لمسا عبنها صلاح كويس كل الناس هتقول كويس صلاح وحش الناس هتقول وحش هيجي البعض يقولك اصل فيه ناس متربصة بصلاح في كل الاحوال كان في المية كان في المية اللي عنده قصة مطلقة ده كان في المية حيقدر يروج لرأيه ازاي والمنتخب صلاح صنع الفرق فيه ما انا يا جماعة ازعل لما شوف محمد قدوس جاي راجع من اصابة ينزل يسجل هدفين بتوع منتخبه ما انا عندي نجم كبير اسمه صلاح منتظر ومعلق عليه امال كتير ليه مصعبينها فاتمنى الامور تدار بالعقل لان ده بيدر بالمنتخب وبصلاح وباي حاجة احنا منتخب وكنا بنزعل لما يتقال منتخب صلاح دلوقتي لما يتقال لا المنتخب وفيه لعيبة وتغير الاداء وبتاعه برضو الناس بتزعل هو ايه المطلوب يا جماعة هو ايه المطلوب عمره ما كان منتخب حسام حسن عمره ما كان منتخب طهير ابو زيد عمره ما كان منتخب الخطيب عمره ما كان منتخب ابو تريكا عمره ما كان منتخب محمد زيدان عمره ما كان منتخب كل دول بما فيهم صراح نجوم تاريخيين يعني صنعوا إنجازات تاريخية بس هي مش قصة لاحق فأتمنى يعني التقييم بموضوعية لا إفراط ولا تفريق